لعبة ديمون سوز من أكثر الألعاب الصعبة للجيل الجديد وعشان كده جدت لكم اليوم هذه النصاحة الذهبية اللي راح تفيدكم في اللعبة وتسهل عليكم مهمة إنقاذ عالم بولاتاريا وقبل ما نبدأ تنسون اذر اللايك واشتركوا بالقلب والحين خلت نبدأ أخثر الكلاس اللي ناسبك بداية اللعبة راح يطلب تسوي شخصية خاصة فيك وراح يخيرك من كلاسات مختلفة وكل كلاس راح يبدأ بملابس وأسلحة مختلفة تميزة عن البقية وأيضا يكون فيه تخصيصات لهم مثل القوة والسحر بما يناسب لكلاس نفسه وعشان كده ننصحك أنك تختار كلاس ريالتي في البداية لأنه فيه خصائص مفيدة جدا للمبتدئين وتقدر تخصص السحر فيه عشان تستخدمه في القتال من بعيد أما إذا حسيت أنك مستعد تواجه العداء وجه لوجه ننصحك بالنايت لأنه يكون ممتاز جدا في الهجوم والدفاع وفي هذه الحالة تحتاج أنك تختار واحد من التوجهين أما أنك تكون تستخدم أسلحة كبيرة وثقيلة وتصير آلة دمار أو أنك تستخدم أسلحة صغيرة ودرع خفيفة عشان تصير مراوغ أكثر أو أنك حتى تخلط بينهم لو حبيت القرار لك اختر هدية الخاتم رأى خيرك أظم البداية أنك تختار من هدايا مختلفة بعد ما تصمم اللاعب بحقك وأفضل هدية هي الخاتم واللي راح يسيد نسبة العثور على الأدوات في اللعبة ما هو شيء مهم مرة لكن أفضل هدية تريد تأخذها من الحاجات الموجودة تكلم مع كل الشخصيات اللي تشوفهم لعبة ديمون سولز فيها شخصيات متنوعة وكل واحد فيهم يكون لك قصة أو دور خاص فيه وبعضهم يفيدك والبعض يعتبر مزهرية ما لا فايدة والطريقة الوحيدة أنك تعرف مين المزهرية ومين اللي لا فايدة هو أنك تتكلم معهم استغل رجل المخزن دائما في رجل وظيفته أن يحط أغراضك في المخزن عنده وهذا مفيد جدا لأن لعبك بيكون عنده وزن معين أن يشيل أغراض وإذا تعداه ما راح يقدر يشيل أغراض ثانية وأيضا راح يكون وزنه ثقيل وراح ما يقدر يتدحرج ويبعد العداء عشان كذا تأكد لك تسير على رجل الصندوق من فترة لفترة وتحط أغراضك اللي ما تحتاجه عنده يعني حط أحجار التطوير الأسلحة في الشنطة دائما لأن وزنها ثقيل جدا وما راح تحتاج يكون معاك لو حبيت أنك تطور سلاحك عند الحدات وحتى إذا كنت داخل مرحلة وصارت أغراضك جدا ثقيلة ما يحتاج أنك ترجع لرجل المخزن كل عليك تسويه أنك تفتح القائمة وتختار الأيتم اللي تبغى والأدالة بها وبعدين تختار إرسال إلى المخزن وبسرعة راح تروح إلى المخزن من غير تعب وأحرص أيضا أنك تخلي مساحة في الشنطة عندك لأنك لو عندك أغراض كثيرة ولقيت غرض جديد بس ما في مكان له راح يجيك خيار أنك ترسله الغرض الجديد إلى المخزن مباشرة من غير ما تعرف إيش هو أصلا إلا بعد ما ينرسل ويكون هناك يمكن يكون أداء أو سلاح جديد تحتاجها لا تصرف أرواح الزعماء أبدا مهمتك في اللعبة هي أنك تقتل الزعماء أو الشياطين أو تحصل على أرواحهم وهذه تسمى روح شيطان تكن تصرفها فورا وتعطيك أرواح كثيرة للتطوير لكن لا تسوي كذا أبدا لأن أرواح شياطين نادرة وما تجيك في اللعبة غير مرة لكل روح والطريقة الصحيحة لإستخدامها هي أنك تستخدمها في صنع أسلحة نادرة وقوية عند الحدات ولي بنسح لكم كيف تلقونا بعد شوي أو أنك تستخدمها في صنع أسحار قوية من عند الساحر البيع ولي بنعلمكم كيف تقولون تحصلون عليه بعد شوي أيضا يعني لابد تكونوا عارف هذا الشيء روح الشيطان الوحدة تجيك مرة واحدة في اللعبة وتقدر تختار فقط بين أنك تسويها سلاح أو تسويها سحر ما يصير تسويهم أثنينهم الحداد الخاص صانع أسلحة الشياطين في حداد عادي يكون موجود في النكسوس بس ما راح يقدر يصنع لك أسلحة وعشان كذا لازم تطلع للحداد الثاني وعشان توصلها تختار الحجر الثاني وتلعب في المرحلة إلى أن توصل إلى المكان هذا وبتلقى مصعد واقف وجنب ذراع حرك الذراع وراح تحرك المصعد وبعدها اركب المصعد وانزل تحت لآخر شيء وبتلقى الحداد الخاص وما راح تقدر تصنع أي أسلحة تحوش إلا بعد ما تفوز على الزعيم الثاني في المرحلة وبعدها ارجع للحداد وكلمه مرتين وبعدها راح يطلب منك أن تعطيه روح الشيطان الزعيم اللي هزمته وبعدها راح يقدر يصنع لك أسلحة قوية من أرواح الشياطين اللي راح تقابلهم قدام الساحر الخاص صانع سحر الشياطين أيضا في ساحر خاص لازم تطلعه عشان تقدر تستخدم أرواح الشياطين في صنع الأسحار القوية وعشان تطلعه لازم تروح مرحلة الحجر الثالث والليه السجن وبعدها تلعب إلى أن توصل إلى المكان هذا وتلقى الشخص ذا يتعبت أقتل وخذ المفتاح لعالجدار وبعدها تقل تروح لسجن المحفوص فيه الساحر وتنقذه ورح تلقى بعدين موجود في النكسس ورح يساعدك في صنع الأسحار القوية باستخدام أرواح الشياطين احرص على قراءة شرح الأدوات والأسلحة والدروع لابد ديمون سوز مليان أسلحة متنوعة فيها وكل سلاح لا خواص خاصة لكن في بعض الأسلحة عندها قدرات إضافية ما تتوضح إلا لما تدخل على السلاح من قائمة الشنطة وبعدها اضغط زر المربع مرتين ورح يجيك شرح للسلاح مثلاً هذا السلاح مكتوب أنه يمتز صحر قليل من لعداء أثناء الهجوم وهذا السلاح مكتوب أنه يزود في قوة السحر اللي تعطيها وتأخذها في نفس الوقت هذه الخاصية جداً مهمة ولا تنسونها أحرص دائماً أنه تكون على هيئة شبح في ديمون سوز فيه أداة تستخدمها ورح تخليك تتحول إلى إنسان من هيئة الشبح لكن لما تصير إنسان في اللعبة رح تصير أقوى ورح يكون دفعك أقوى وغطاقتك أكثر لكن بتصير أصحب لأنه بيكون في أعداء اسمه الفانتم يطلعوا لك فجأة لأنهم أحمر يحربونك ويكونون أقوياء وأيضاً لو كنت إنسان رح يجيك هجوم اللاعبين آخرين إلى عالمك ويدخلون عليك ويخربونك ويقتلونك وهذا بيضيع وقت كبير عليك لا تستحي أبداً أنك تطلب فزعة لعبة ديمون سوز فيها زعماء أكثر وأقوياء وعشان كذا لا تستحي أنك تطلب مساعدة لعبين آخرين في الأونلاين يساعدونك ضد زعيم والكل تسوي أنه قبل ما تتخلع الزعيم تحول إلى إنسان وبعدين بتلقى توقيعات في الأرض لونها أزرق تضغط على أي توقيع تبغى عشان تطلب العاون والمساعدة وبعدها اللاعب يأتي عالمك وبعدين تدخلون علي الزعيم وتهزمونه مع بعض هذه كانت نصائحنا عشان تبدعون وتستمتعون في لعبة ديمون سوز أعطونا رأيكم وأيضاً عندكم أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات كما قبضت الشيحة أعطوكم العافية ومع السلام